السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا المشتركين معنا في القناة. حبيبنا جوا مصر حبيبنا برا مصر. انه احبكم جميعا في الله. النهاردة ان شاء الله هنتكلم ازاي نخلي العصافير تبيض وتنتج كويس. تنتج كويس. وازاي لما تجي تبيض تبيض بيض مخصب وعدد حلو. هنتكلم على العصافير البدجي اللي هي النورمال العادي. وبعد كده هنتكلم على الكوكتيل. وبعد كده هنتكلم على البدجي الانجليزي لانه بيختلف في تربيته وتغزيده عن البدجي النورمال. تمام? نبدأ بالبدجي اللي قدام حضراتكو ده اللي هو البدجي النورمال بجمع الوانات وبقى يقولها ريمبو الاينو عن حمراء لاتيني كل الحاجات دي آآ تندرك تحت البدجي النورمال بس الالوان والمسميات بتتسمى على اللون. ام البدجي الانجليزي فده توصيفه حاجة تاني خالص غير البدجي النورمال. البدجي النورمال اللي قدام حضراتكو ده او العصفور اللي هو حجمه صغير. التاخذية بتاعته بتبقى بسيطة. ما بيحتاجش بروتين عالي ما بيحتاجش حاجات عالية قوي. يعني لو احنا استخدمنا مجموعة الفتامينات اللي بتاعها لكل حد بتعامل معنا من حبيبنا بفضل الله. اما اربع انواع فتامينات. النيوبوس ايوني. والاحماد الامينية. والهيه السلينيام. والالف دال سري هي. العاجات دي كلها اما اربعة دول كل حاجة منهم بتشتغل على حاجة في جسم الطائر. حاجة بتشتغل على الريش وحاجة بتشتغل على العظم وحاجة بتشتغل على القطلة العضلية وحاجة بتشتغل على التخصيب والمناع. فكل الحاجات دي حاجات ضرورية لاي عصفور محبوس. لاي عصفور محبوس. يعني دي الف ده فتامينات. الحاجات الاساسية. تمام? بالنسبة للعصفور النورمال بنحتاج له الاكل اللي هو العادي برضو. اللي هو شوية دلكم شوية فلارس. انا طبعا مش برشح انك انت تأكل تيورك حتى لو كانت نورمال دينيبة. الدينيبة حباز غراء قوي. كمتها الغذائية ليلة مددنية. بتهلك العصفور لو كان تحتيزها غليل. بتخليه اسأس كمية كبيرة جدا. فيها عشان كده بنختصر الاكل بتاعنا على الفلارس والبلكم الامريكي اه عشرة في المية على الكيلو شوفان. عشرة في المية حبوب نايجر اه حبوب طاقة. الحاجات دي كلها لما نجي نخلطها على الكيلو. بتبقى خلطة ممتازة جدا جدا وبفضل الله برضوك الخلطة دي احنا موفرينة. يبقى احنا لو حطينا الخلطة. واستخدمنا الفتامينات كجرعة شهرية. الفتامينات اللي احنا بنتكلم عليها. دي فتامينات مستوردة. بتتاخد في اي وقت. يعني العصفير تحتها بيض. تحتها زغليل. لسه شبابات زغيرة على وش شغل. دي بتتاخد على طول وباستمرارية لان انت ده عصفور محبوس. فبنحاول نديله الحاجات اللي احنا بنعرفش نوصلها في المواد الغذائية اللي احنا بنقدها. طيب. حاجة تانية مع دول اه ممكن الاكل الطريق يوم او اتنين في الاسبوع. مش اكتر من كده. بس دي تغذية العصفور النورمال. الموضوع سعر خالص وبسيط خالص. هنيجي بعد كده لو اتكلمنا على التغذية للكوكتيل كوكتيل زي ما حياتك شايف كده ده طائر حجمه كبير. الحواصلة بتاعته كبيرة. فبالتالي بيحتاج تغذية عالة شوية. ولما نيجي احنا نصنفه احنا بنصنفه تبع البغبغانات. يعني لما نيجي نتكلم على التغذية بتاعت الكوكتيل اكننا بنتكلم على تغذية البغبغانات. تغذية الكوكتيل بيحتاج مع الفلارس والبال كاميل الامريكي والشوفان بيحتاج لب. تمام? اللب للأسف المقدم او الرائج هنا ما بيبقاش جودة عالية. فاحنا عايزين نجيب حباية لب عبات شمس. تكون نضيفة. تكون طازة. زي الفل. تمام? وده اللي احنا بنكتهد فيه بفضل الله احنا عندنا الحمد لله محل بنقدم في الحاجات دي. بنكتهد جدا جدا جدا. ان احنا نجيب لباية نضيفة. والله بنتعب. وساعات بنجيب لب. بمصاب مسلا بسوس او مصاب باي حاجة. فبنقف بنعدمه. او منتعاملش مع رجل تاني. فبالتالي احنا بندور جاهدين ان احنا نجيب حاجات نضيفة جدا عشان نقدمها لحضرات. فاحنا لازم نقدم حاجات حلوة او لتيورنا. حاجات ممتازة لتيورنا. طيب. يبقى احنا اتكلمنا عن اللب للكوكتيل. واتكلمنا عن الفلارس بلبر كاميل امريكا عليه شوية شوفان. ديت الحاجات الاساسية. طيب الاكل الطري. الكوكتيل بيبقى اكتر شوية من العصفور النورمل. بنقدمه ممكن امتعة اربعة ايام. او ممكن خمس ايام في الاسبوع. الاكل الطري اللي احنا بنتكلم عليه فيه بعض الناس اللي مبتدئين مش عارفين ايه هو الاكل الطري. الاكل الطري اللي هو البيض المسلوق. اه قطع زغيرة من البطاطا. قطع زغيرة من الكوسة. اه جرجير. خاص. كبوتشة. جزر. خيار. الحاجات دي كلها. تقضحها حط زغيرة خالص. وتبدأ تقدم عليها المكملات الغذائية. زي ما احنا قلنا الكوكتيل يعتبر زي وزي الباباغنات. ففي بعض الزيوت اللي بيحتاجها الكوكتيل على الاكل الطري وبعد المكملات الغذائية. عندنا المكملات الغذائية عندنا البريد ماكس. البريد ماكس ده ممتاز جدا جدا لما تحطه على الاكل الطري وبالذات الخضروات المقطعة على مكعبات. وبتبدأ ترش عليها البريد ماكس. البريد ماكس عبارة عن بودر شبه الردة كده. ده مستورة برضو جميل جدا فيه عناصر غذائية ممتازة ممتازة فضل الله. لما تجي ترسه كده او ترشه على على قطع الاكل وتقدمه هو اصلا في ريحة بتجذب الطيور للاكل. تمام? واحدة واحدة حتى لو الطيور بتاعتك مش متعودة حاول تعملها زي البيب الزغير وتقدم كميات اليلة او او للطائر باستمرار بحيث ان هو مكلش او مرة ياكل تاني مرة يستطعم وهكسل حد ما يبدأ يتعود. ولو عندك الجزء كبير يتعود عياله هتطلع متعودة لان هو هيشوفه والاب والام هيكله وهم اصلا عارفين طعم من الاهالي لما بتيجي تأكرهم. تمام? طيب الفتامينات في المية ديت من اللي دبنا قلنا من دبنا الحاجات الاساسية. طيب حاجة تاني بتتحطى على الاكل الطري بالنسبة للكوكتيل اه بعض انواع الزيوت. الزيوت اللي هي زيوت المكسرات. والزيوت بتاعت الامي كاسري. وزيت كابد الحوت. الحاجات دي كلها جميلة جدا جدا لما بنستخدمها على الاكل الطري. يعني نجيب مسلا لو احنا مسلا نفترض ان احنا جيبنا جزراء وقطعناها مقعبات زغيرة خالص. هنحط عليها معلقة زيت من اي زيت من الانواع دي. وبعد كده نقلبهم كويس. وبعد كده نبدأ نعلم نحط المكمل الغذائي وبعد كده نقدمه له الطيور. احنا قلنا اربع خمس مرات. تمام? طيب. بعد كده عدلوقت يا عشان الفيديو بس ما اخدناش مع انك كنت لسه عايز اتكلم كمان شوية في الكوكتيل. بس ان شاء الله خليها في حلقة تاني. بالنسبة للعصفير اللي قدام حضرتكم ده العصفير الانجليزي. العصفير الانجليزي بتحتاج تغذية اعلى كمان من الكوكتيل. طب ازاي ده حجمها? اصغر نسبية من الكوكتيل فعلا. بس العصفير الانجليزي هو جسمه من جوة اه نسبيا صغير. بس ريشه كسيف جدا. من اكتر الطيور اللي فيها كسافة ريش. عارف يعني كسافة ريش? كسافة ريش دي يعني العصفير عمره ما هيشتغل عندك الا لما تديله التغذية الكاملة اللي هو يحافظ بها على ريشه. يعني لو العصفور عندك عطيته تغذية كاملة. وريشه ناصع ومترتب ومنظم. ولامع كده العصفور يشتغل عندك. طيب لو في اي تأثير في التغذية هتلاقي بدأ يخش في عملية القلش والعصفور مش هيشتغل عندك. عشان كده بنقول ان العصفور الانجليزي هو يعتبر آآ ترب كيبة. آآ يعتبر كمان فيه خلل جيني لو كلمنا بشكل علمي. عشان يجيب الحجم ده بكسافة الرش ده. فاحنا لازم نتعامل معاها بتغذية عالية قوي فيها نسبة بروتين عالية قوي عشان نعرف ننتج منه. اغلبية المربين الكبار لما يكون عندهم انجليزي وعايزين طلعوا منه آآ انتاج كويس بيبدأوا يحضنوا تحت الباتجي النورمل اللي هو العادي. يعني يسحبوا منه بيض ويحضنوا تحت الباتجي النورمل. بحيس ان هم هياخدوا كمية البيض اللي تطلع آآ بالتحضين. فبتطلع كلها والباتجي النورمل بيحضن. ويحتضن البيت احسن من الانجليزي وفي التأكيد بتاعه احسن من الانجليزي. التغذية بتاعت العصفور الانجليزي. سيبكم اللي يقول لك ان هي عايزة تغذية عادية وكلام ده. لا العصفور مش هشتغل. اسمع مني. عن تجربة عن الحمد لله عندي مزرعتي من الانجليزي. الانجليزي محتاج في التغذية بتاعته اكنك بتغزي البغغانات والكوكتير. نفس التغذية بتاعت الكوكتير والبغانات. اكل الطريب باستمرار. بعض انواع الزيوت بتتحط عليه. زي مثلا زيوت والمكسرات. الحاجات دية الزيوت. يا جماعة فيها قيمة غزائية عالية. واي جسم كائن حي بيحتاج دهون عشان فتمين دال يبدأ الجسم يمتص. لان فتمين دال ده بيزف الدهون. فانت لو ما بتديش الطائر بتاعتك دهون. ومعتمده على الحبوب بس. فحتى لو انت عطيته فتمينات فيه بعض الفتمينات مش هتعرف استفادت منها لان هي بتضف الدهون. فلازم يكون التغذية عن من المتوزنة. ولازم تكون فاهم يعني ايه تغذية. تمام? فاحنا لازم نغزي بيلكم وفلارس وسوفان ونيجر وبوبتاقة. على الاكل على البيلكم والفلارس. اه وطبعا بنبتعل عن الدنيبة برضو. للاسباب اللي احنا قلناها في اول الفيديو. وبعد كده الاكل الطري اربع خمسة ايام في الاسبوع مع تهييء البيئة المحيطة افص مناسب عشا مناسب. نرش حاجة كويسة قوي عشان خاطر مسلا او عشان خاطر نتخلص من الحشرات. الكلام ده كله هيفرع معاك جدا جدا في انتاجية وهتشوف ان النتيجة بتبيض عدد بيت انت هتتخضي منه. وفي نفس الوقت البيض بنسبة تسعة وتسعين في المية هيبقى مخصب. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. مش عايز اطول فيديو اكتر من كده هنكتفي بهذا الكاتر واوعدكم ان اعمل لكم حلقة تاني وهتكلم باستفسار اكتر او بشرحة اكتر عن التغذية للباغبغانات والكوكتيل لان هما دول الحجم الاكبر واللي بياخدوا تغذية اكبر في تيور الزينة. ما تنسوش لو عندك سؤال اي حاجة اكتبوا لي في التعليقات وانا بوسع على التعليقات كلها وان شاء الله ربنا يعني واقدر ارد على الناس كلها. ووصل لكم معلومات جميلة هتبسطكم. تحياتي لكم وانا احبكم جميعا في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.